السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي نقدم لكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا عن معلومات عن شجرة التين كيف تشوفوا امامكم الخوط الاخذرار الجيد والنمو الجيد وحتى الحصول على تمار جيدة ووفيرة اشنو اعتمدنا والعالم اعتمدنا شنو المراحل وشنو درنا حتى حصلنا على هاد المردود وعلى هاد النمو الجيد فهذا شجرة اللي تشوفوا قدامكم كفاية العمر ديالها ما بين يعني 8 اشهر و 9 اشهر الخطوات والمراحل اللي اعتمدنا لها وهو الاختيار المناسب للسماد لان السماد له دور هام جدا في سرعة النمو الاشجار لانه يحتوي على مواد غدائية التي تحتاجها الاشجار ويعطي تحفيز للجذور وكذلك المنتوج توجد من بين هذه الاسمدة هناك السماد مركب وثماد عضوي السماد المركب هو وكما كتعرفوا الازوت يعني الان كيعطي تحفيز للجذور واخذير الشجرة والفوسفور يعطي كذلك نمو جيد للتفرعات وكيف ما كتعرفوا كذلك البوتاس يعطي اتمار جيدة والسماد العضوي عن طريق البهائم يعني الابقار والمعز والغنم السماد العضوي من بقايا هذه البهائم كذلك يحتوي على هذه المواد واحنا في هذا الفيديو ان شاء الله قد نشوف معكم السماد العضوي المتوفر عن جميع الفلاح الصغر او الكبار فهو متاح المرحلة التانية كيف قلت لكم الخوت وهو اختيار السماد احنا اخترنا سماد الابقار والغنم والمعز لما يتوفروا من مواد غدائية جيدة تنبيه هام لا تستعملوا الروت الخيول والحمير لانه ليس مفيدا للاشجار ثالثا طريقة الري وطريقة تشجيد هذا السماد طريقة تشجيد السماد وهو كالتالي تشجيد ذائري بشرط ان يكون بعيدا بعشر سنتيمترات عن جدع الشجرة وطريقة الري هناك طرق حديدة من الري طريقة اللي احنا كنستعملها وهي طريقة ديال الغغافتاغ ماشي عن طريق هناك طرق عديدة من بنياتها كذلك طريقة التنقيط عن طريق التنقيط وطريقة الغغافتاغ يعني طريقة ديال الربطة فهي كذلك سهلة وجميع الفلاحة السماد يستعملونها بعد هذه العملية فهي كذلك جيدة ما هو الوقت المناسب للسقي الوقت المناسب هو في الصباح الباكر او المساء قبيل المغرب السقي في وسط الظاهرة لان السقي في وسط الظاهرة او بعد الظاهرة تكون درجة الحرارة مرتفعة واذا كان درجة الحرارة مرتفعة يكون ضياع للماء عن طريق تبخر الماء من التربة ومن الأوراق كذلك كم رياء في الأسبوع مرة او مرتين في الأسبوع مرة او مرتين في الأسبوع على حسب درجة الحرارة اذا كان درجة الحرارة مرتفعة تزيد في حدد الريات في الأسبوع متى يتم الساقي او متى يتم تشتيت هذه الاسمدة في شهر اثنان وثلاثة تنبيه هام اذا رأيت اسفرار على أوراق الشجرة قم بتشتيت الحديد لان له دور اهم في اخذير الأوراق وكلما كانت الأوراق مخضرة كلما كانت الشجرة بصحة جيدة وإن لم يذهب ذاك الاسفرار وبقى الاسفرار على الشجرة يعني قم بتقليل الماء لان الماء وكثرة الماء تؤدي الى اسفرار الشجرة او أوراق الشجرة وشكرا اخواني اخواتي المتتبعين شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة